في ملاحظتين مهمين جدا على الدوال الملاحظة الأولى هي أن أي دلة يمكن أمثلها بمنحنة في المستوى OXY الكراسة بتاعتك، الصبورة بتاعتي، الشاشة بتاعتي ده مستوى بسميه OXY اللي هو في محورين OX أو محور X و محور واج يبقى المستوى ده أقدر أمثل فيه الدلة بمنحنة بحيث أي خط رأسي يقطع هذا المنحنة على الأكثر في نقطة واحدة كيف؟ لو أنا مثلا ده محور X وده محور مين واج والدلة بتاعتي كانت حاجة بالشكل ده كده أي خط رأسي هيقطع المنحنة بتاع الدلة ده في نقطة واحدة بس يعني ده خط رأسي هيقطعها في نقطة واحد 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 خط الرأسي هو في نقطة A واحدة طيب كلمة على الأكثر يعني يعني ممكن ما يقطعهاش خالص ممكن ما يقطعهاش خالص زي مثلا رسمة بشكل ده ده محور X وده محور Y ده الرسمة بتاعتي هنا يقطعها في نقطة هنا في نقطة طب هنا مش هيقطعها خالص وعشان كده بقول لي ايه أي خط رأسي يقطع هذا المنحنى على الأكثر في نقطة واحدة يعني يقطعها في نقطة إما ما يقطعهاش خالص الملاحظة الثانية أن منحنة أي دلة سوف يقطع محور Y عند النقطة 0 يعني X فيها بكام بصفر ده محور X وده محور Y لو المنحنة بتاعها قطع كده يبقى النقطة ده فيها X بكام X بصفر طيب والY بكام أن أنا عوض في الدلة عن كل X بكام بصفر طيب ويقطع محور X عند ده مثلا كده يبقى بيقطع محور X هنا في النقطة اللي ال-Y فيها بصفر لأن الخط ده أي نقطة على الخط ده ال-Y فيها بكام ال-Y فيها بصفر فأنا أخذ الدلة وسويها بصفر وحل أقدر أجيب مين أقدر أجيب X طيب الدلة بتاعتي بقى تقطع محور X في كام نقطة والله ممكن تقطعها في نقطة واحدة ممكن ما تقطعهاش في نقطة خالص يعني عز كده حاجة بالشكل ده كده الدلة دي مشو أقطة محور X خالص ممكن تقطعها في نقطة واحدة ممكن تقطعها في نقطتين زي المثال اللي فوق ده دي نقطة دي نقطة دي نقطة دي نقطة تلات نقطة وهكذا دول ملحوصين مهمين جدا على الدول